تبتكلم على المحور التاني المحور التسويق محور التسويق شايف شايف ازاي النادي الاهلي استفاد او ممكن يستفيد على المستوى التسويقي من وجود موسيماني فيه كمدير فني للنادي الاهلي خليني اقول لحضورتك بمناسبة السؤال ده هي من اهم النقط اللي محتاجة فعلا توضيح التعاقد مع موسيماني ده خطوة مختلفة تماما عن كل التعامل في مصر بنشوف في اوروبا بالمناسبة حضورتك عندك خبرة كبيرة في المجال ده بعض الانداء ومنها ريال مدريد ممكن تتعاقد مع لعيب من جنسية معينة هي مختراها بتفضلوا فنيا على لعيب ممكن يكون يعني الفروق مش كبيرة في مقابل انه هيزود شعبية ريال مدريد في المكان الفلاني في الدولة دي الماركتنج بيزيد بالظبط ليه ده بيتعمل لانه مثلا النادي الاهلي لما بيجي يعمل عقد رعاية بتاعه النادي الاهلي بيعمل حاجة مفيش نادي في مصر بيعملها انه عن طريق شركات متخصصة بيقدر يحسب معدل ظهور شعار النادي الاهلي على الشاشات قد ايه تتكلم على مستوى العالم على مستوى العالم في كل سنة مش على مستوى بس افريقيا ولا مصر ولا الدوري المصري ولا القنوات المصرية لا على مستوى العالم شعار النادي الاهلي ده بيظهر بمعدل قد ايه وكم ثانية على الشاشة الموضوع ده نقدر ندخل منه المدخل بتاع ليه مسلمان أو ما فائدة وجود مسلمين يتصويقين أنت في الكرة في أفراقيا بتهتم في أفراقيا السمراء تحديدا باللي يبقى مقدر الناس دي ومقدر العلاقة الطيبة اللي بتجمع مصر بكل دول أفراقيا أعتقد أنه حجم متابعة النادي الأهلي وقناة النادي الأهلي والموقع الرسمي بتاع النادي الأهلي في كل دول القراءة الأفراقية هيتضاعف الفترة اللي جاية من اللي بشوفه كمان وخاصة في جنوب أفراقيا بالضبط وخاصة في جنوب أفراقيا من اللي بشوفه كمان على المواقع يعني ما فيش موقع أعتقد في أفراقيا مهتم بالشأن كرة القدم ما تكلمش عن تعقد النادي الأهلي مع موسيماني ما رصدش أول تصريحات لموسيماني عن تولي مهمة النادي الأهلي ما رصدش التهنئة اللي قدمها رئيس جنوب أفراقيا لموسيماني صحيح أنا أكلمك على المستوى السياسي بالضبط على المستوى السياسي والدعائي كمان هو ده جزء من الماركتنج شوف أنت شعار النادي الأهلي هيتعرض وهيبان وهيكون موجود متواجد قد إيه في كل الدول الأفراقية وتحديدا جنوب أفراقيا الفترة اللي جاي لما يجي أعمل عقد الرعاية اللي جاي لا القيمة هتزيد هنا النقطة دي اللي كانت محتاجة أن الناس تعرفها لأنه الموضوع كرة القدم مش مجرد فنيات في الملعب كرة القدم صناعة الصناعة دي لها أركان كتير وبقت صناعة فلوس يعني القصة نفسنا شفت أنه عرض خبر لطيف جدا أنه مسعود أزيل عرض أنه يتحمل راتب التميمة بتاعة نادي أرسنل ده بيقول إيه أنه في وضع اقتصادي بيقل شوية على مستوى العالم فالأندية بدأت ترشد نفقات فأنت لازم يبقى عندك أفكار أو تفزابوكس علشان تقدر من خلالها تدخل فلوس تقدر تكمل وفكرني بكلامك عمر على أن مجرد وجود أو ظهور شعار النادي الأهلي على قنوات وعلى وسائل الإعلام العالمية ده ماركتين كبير جدا وممكن يدفع فيه فلوس كتير جدا عشان يظهر بذبت بيفكرني كمان والناس لازم تعرف لما أنا كنت بتنقل من أي فريق يعني أول ما طلعت من النادي الأهلي اللي نيو شاتل كان بيتبع أوتو جرام كارت كده دي صورتي وبيكتب سي في صغير عن اللاعب ده موجود في أوروبا وفي كل الأندية بيكتب سي في صغير عن اللاعب ده مين طول الوزن المركز كان في نادي إيه والنادي الحالي فإسم النادي الأهلي اتذكر كام مرة في خلال مشواري أنا كخمستاشر سنة في الاحتراف من سويسرا الألمانيا فده كمان الناس تعرف أنه لما لعيب يخرج من النادي الأهلي وبيحترف بره ده كمان قيومة كبيرة جدا لنادي الأهلي وزي ما أنت قلت وجود مثلا رونالدو اسمي كبير لكن على المستوى التسويقي إزاي اليوفينتس استفاد منه في أول شهرين فاتكلمنا على الجانب الفني وإنت شرحته بشكل كويس الجانب التسويقي كمان